السنة دي بتمنى ان الدور برضو يعمل فيدباك كويس وده اللي انا بحاول اعمله طويل الوقت الطووس دي نهاية لازم يحتحصل لهم طبعا انا شايف ان الفن للناس كلها حليم من معرفتي بيه في المسلسل الرجل اجتهد وعمل شغله وحاول على قد ما يقدر ان هو يطلع دور كويس والحمد لله اعتقد ان فيه ناس اتكلمت عليه كويس رمضان بقى جزء اساسي منه محمد حسن الله يخليك فانت اتسنى لفتت الناس شوية اتصدبت اتخضط من اللي انت عملته فعايزين نعرف انت نهاوي بلو تخض الناس السنة دي ولا نهاوي على اي حكاية ملف سري معاني سلام والله يعني اتمنى الاول ان الدور يعجبكم يعني الحمد لله ان الدور السنة اللي فاتت سمعه وعمل فيدباك كويس فالسنة دي بتمنى ان الدور برضو يعمل فيدباك كويس وده اللي انا بحاول اعمله طول الوقت الدور اللي انا اشتغل عليه انه هو يكون مهم بالنسبة للناس او يفضل معلم مع الناس لفترة طول وقت بحاول كل دور يكون افضل من الدور اللي قابله ففي ملف سري اتمنى بقى ان الدور ينقول اعجبكم انا عزار بس اتجاه ملف سري برضو شر وكده لا هو بني ادم يعني انا لما باجي اشتغل على شخصية مش ببص لها بالمنطق ده خالص انا ببص للشخصية اللي انا بعملها انه هو انسان في الاول وفي الاخرة عنده الدوافع بتاعته عنده اسبابه اللي تخليه يعمل اللي هو بيعمله كشخص ممكن اكون انا كمهند مختلف معاه في كل حاجة بس انا دلوقتي بجسد الشخصية دي فلازم بمعنى صح ان انا احاول ان انا اتقمصها يعني بالمعنى البسيط باسبابها ودوافعها وكل ده بحيث ان توصل للناس والناس صدقها يعني انت كنت مختصب في الطوص كان مهند لا طبعا ده التمثيل مش بيبقى مهند بيكون الشخص اللي انت بتعمله يعني احنا السل فاتت في الطوص كان اسمي حماد حماد ده بني ادم عنده اسبابه اللي انا بختلف معاه تماما في كل حاجة هو بيعملها ومتفق تماما مع نهاية حماد اللي كانت لازم تكون بالشكل ده حتى لما حماد التزم في الاخر ده ما يمنعش انه هو لازم ياخد عقابه ده اللي طول الوقت بأكد عليه ان لازم حماد في الاخر ياخد عقابه ما يمنعش انه تعاطف معاه طبطو دي حاجة تخصه هو بينه وبين ربنا فده لما اجي جسد شخصية انا لازم اشوف اسبابها ده اللي انا اقصده ان انا ده ادور على اسباب بتاعت الشخصية اللي عملت ده عشان لما اجي اقول كلامه او اجي اقول الحوار المكتوب اقدر ان انا اقوله بصد عشان تقوله بصد لازم تؤمن بالاسباب ده اؤمن بالاسباب بتاعته هو كشخص بس لازم تفصل بين طبعا اقصد بس انت عشت حالة المقتصد لا مش حالة انا عشت حالة الانسان ككل مش بعيش الفقرة من حياته بس يعني انا لما باجي اشتغل على دور مش بعيش فقرة معينة من حياته لا انا بعيش حياته ككل من طفلته بذكرياته بالحاجات اللي مش ممكن ما تظهرش على الشاشة للناس لا انا بعيش كل ده من اول ما بيكون عنده وعي اول ما الانسان ده وعيه بيتمه عنده مثلا بدأ يوع على الدنيا وعند 4 سنين 5 سنين لازم ده ابدأ اذاكر عليه ممكن ما يظهرش للناس على الشاشة بس ده اللي بيخليني اوصل للمرحلة اللي هو وصلها وهو كبير يعني النهايات الرومانسية الحليمة دي شايفها منتفقة مع الواقع وبعيزها ترتاح من خلالها وخلاص في ايه في دور ايه في الطووس مثلا الطووس لا ما كانش نهاية حليمة راجل اتعدن انت بتتكلم بالنسبة للا ده الواقع بالعكس هو الراجل عمل جرائم كتير جدا فلازم في الحياة ما مش دايما بالنسبة تاخد حسابها وحتى احنا شفنا مسلسلات السنة دي نهايتها كانت ضد التوقعات بص هي بتكون وجهات نظر كل فريق عمل بيشتغل على عمل درامي معين بيبقى عنده وجهة نظر فيه ناس ممكن تشوف ان هي حابة انها تفاجأك بنهاية غير اللي انت متوقعة او اللي انت منتظرها وفيه ناس بتعمل نهاية متوقعة وناس بتعمل نهاية انت مستنيها او عرفها فهم قصدي فهي دي كل عمل وعلى حسب الفريق بقباني ازاي انت تحب اي نوعه انت من عمارة مدون للفكر زي او بقول لك شوفنا نهايات كتيرة كانت صدومة يعني ابطالة قتلوا لا في الطووس دي نهاية لازم تحصل لهم طبعا يعني في الطووس لازم يحصل للشخصيات دي النهايات دي لانها كانت شخصيات سيئة في حياتها طول الوقت طول الوقت شخصيات كمان ياري تبقى سيئة لنفسها بس ده سيئة للمجتمع ومضرة للبشر وبتأذي ناس فده لازم يكون عقابها وده لازم يكون نهايتها ما ينفعش اي تغيير في النهاية بتاعتهم بالعكس فان زي ما قلتلك ان كل مسلسل او كل عمل درامي فريق العمل بيشوف الافضل لي من وجهة نظرك بنات خسرتك ولا هجمتك ولا تحملت معك زي بعد لا هم هجموا طبيعي هجموا الشخصية يعني ناس بقى سيب هجم الشخصية ناس ما بتفصلش اه ما نفاهم ناس ما بتفصلش بتشايف مهند هو العمل الجريمة لا والله يعني عايز اقولك على حاجة الناس كانت يعني كانت عارفة يعني بدلوقتي اعتقد الناس كمان بقى عندها فهم في ان ده شخصية انا بمثلها يعني لجو اسم ما سيب الاساري اللي قتلك على الخصب لا والله يعني بص انا ببقى مبسوط لما الناس تبقى فعلا شايفة ان الاشخاص دي غلطانين وان الاشخاص دول لازم يتعجبوا بكون مبسوط وانا بفصل يعني انا ببقى فاهم ان الناس ممكن تبقى متضايقة من الشخصية لكن هي ولا هتكرهني ولا هتكره الممثل او في الاخر هما برضو عارفين ان انت اللي بتقوم بالدور ده ويبقى في اعمال تانية الحمد لله ببقى عامل دور ببقى رومانسي او طيب يعني كل عمل بقى بيشيل التاني اه بالظبط كان معك حليم من السوشال ميديا حليم وكان معايا عابد واحمد امام اه بس يمكن ان حليم جاي من السوشال ميديا تحديدا انت معا ان اللي بينجح السوشال ميديا يجي ويمثل وياخد فرصاته اه هقولك على حاجة والله انا شايف ان الفن اللي للناس كلها يعني اه من حق اي حد شايف ان هو موهوب ان هو يجتهد ان هو يوصل للحاجة اللي هو عايزها والجمهور هو اللي يقيم ده يقيم بقى اذا كنت موهوب او لا فحليم من معرفة بيه في المسلسل الرجل اجتهد وعمل شغله وحاول على قد ما يقدر ان هو يطلع دور كويس والحمد لله اعتقد ان فيه ناس اتكلمت عليه كويس وكذلك عابد عناني وكذلك احمد امام بصراحة كل الكروف المسلسل محدش فيهم مكانش مؤمن بالعمل كل الناس اجتهدت من اصغر حد الاكبر حد المخرج ومساعدين الاخراج والتأليف والتصوير كل حاجة بصراحة بيحاولوا ان هم يقدموا عمل كويس اشتركوا في القناة